السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباه أعزائي فانزق عاد الفتح كل التحية وكل التأديل وكل الاحترام بحبكم في الله النهاردة هقولكم على حاجة أنا شفتها ومش عارف أنا مش بسدها لحدة دلوقتي هو كان الأستاذ أحمد حسن أو أحمد حسن وزينب كانوا متوجدين على أحد القنوات الفضائية المصرية فأنا قلت أتباحهم في اليوتيوب فبالفعل دخلت في اليوتيوب واتبحت البرنامج والبرنامج كان من يومين تقريبا ولقيت للأسف الشديد كلام ما يخشش دماغ عائل صغير أولا هو بيدافع عن نفسه في موضوع بنتهم والكلام ده وأنه هو يعني كل الناس بتعمل اللي هو بيعمله وده ممكن يكون هو محق فيه لأن بالفعل نفس الشيء ده عمله جبس مصر ونفس الشيء ده عمله حمو شاكر أو زوجته في أحمد ابنهم وأسوأ وأقصى وأشد يعني اللي تعمل في كفر الدوار أشد وأعنف من اللي تعمل من أحمد حسن مع بنته دي حقيقة واللي عمله برضو جبس مصر مع ابنه سليم أصعب وأعنف وأشد وهو حاول ينوه بس ما قدرش يعني عشان ما يقولكش ده هو بيقدم بلاغ للنائب العام فيهم يعني فقالها أن كل الناس كل اليوتيوبرات بتعمل هذا الكلام ولكن المزيعة وإحنا التملي دفعنا على أحمد حسن وعمرنا ما كنا ضد أحمد حسن على فكرة يعني أنا ضد يمكن الفنزي بتاني تملي هو متحامل شوية على أحمد حسن وعلى المحتوى اللي بيقدمه وبيقوله أنه هو محتوى لا ياليخ أبداً بمصر وأن فيه عري كتير جداً وفيه شغل حمامات سباحة وفيه تقاليد وعادات لا تمس للمجتمع المصري زي الحاجات اللي بتتركب هنا وهنا وهنا ولكن أنا كنت بقول ده صغير صغيرين نلت مثلهم اللي عزر بكري كبار ده هو ستة وعشرين سنة وإن شاء الله حيبقى للأفضل للأفضل لكن المزيعة بتسأله ده إحنا بقى دخلنا بقى العاد الفتح بقى دلوقتي دخلت أنا في عملية حقائق وأرقاب اللي حصل ده يعتبر أنا بعتبره نوع من أنواع الكارثة لأي شاب إذا كان اللي قاله حقيقة ده إذا كان اللي قاله حقيقة تبقى كارثة ما بعدها كارثة هي وإيه اللي قال له هي بتقوله أنوا أنتوا أرباحكم كتير وكده 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 قال ليها أرباح إيه اللي كتير أنا ولا أرباح ولا أي حاجة أنا الحدة دلوقتي لأنا عندي شقة ولا زوجتي عندها شقة ولا بابايا عنده شقة ولا حماتي ولا ماما وقاعدين بالإيجار معقولة يا جماعة يعني معقولة كل الفلوس اللي جدت ودخلت دي المزيعة طبعا مش ما كانش عندها معلومات أو كده تقدر تواجهه بالأرباح اللي هي موجودة ده في اليو يو سبنا بقى اللي في الانستجرام سبنا اللي في الفيسبوك أو في الدعم أو في الإعلام اللي بيعمل لأني بتكلم في اليو يو فقط يعني معقولة يا أحمد يا حسن حضرتك صاحب القناة الستة مليون ومية وعشرين ألف مش قادر تجيب تمن شقة حتى من الكويسة قد مهتنين مليون جنيه بلاش نقوله من خمسمائة ألف ولا ستمائة ألف يعني كل عمرك ده مش قادر معقولة معقولة حضرتك اللي انت بيبقى عندك متوسط المشاهدة اتنين مليون وميتين ألف إلى تلاتة مليون ونص يعني تقريبا اتنين ونص مليون مشاهدة في الإصدار الواحد يعني الإصدار الواحد اللي بيحق من اربعين لخمسين لستين ألف جني مش قادر في عشر إصدارات يعني عشر فيديوهات تجيب حضرتك شقة بستمائة ألف وهل ما عندكش حاجة في دبي أو في الإمارات هل انت ما عندكش حاجة في مصر ومكتوبة للكوحيل طيب أنا بقى معلش هسألك فلوسك راحت في إين ولا ما أبطش بتقول والله العظيم ما في حاجة خلص انتو فاهمين الموضوع غلط معنا ان انت ما أبطش طب انا بقولك يا أستاذ أحمد انت داخل على مليار مشاهدة وأنا بربح زي انت ما بتربح بالظبط يعني أنا عندي في الأجزاء هتلاقي الأرباح عندي بتنزل يعني أنا شهريا مثلا بحق كذا انت عندك الأرباح دي بتنزل كل من يوم حداشر اليوم خمستاشر وبعدها بتقبطها يوم اتنين وعشرين بتقولوا تعالوا حزبوني حضرتك عندك مليار مشاهدة بلغة الأرقام هم يساوي مليون دولار يعني خمستاشر مليون وتمنمائة ألف جنيه هل دي مش فلوس دخلت جيبك اتنين ما احنا بقى بنتكلم بقى لغة أرقام ما هو ما فيش بقى ما عندك انت حضرتك عندك عربية جب البنزين بتاحها في السنة هي والعربية بتاعت زينب في سنتين تلاتة يشتروا شقة تمليك هل معقولة ان فكر الشاب المصري أو العربي انه يشتري سيارة جيب وما يشتريش شقة وضح لي سيارة جيب دي سعرها قد ايه طبعا احنا بتكلم على ملايين يا جماعة الخير حضرتك الساعة اللي انت كنت لابسة وطالح فيها في التلفزيون تمانها كام تمانها كام حضرتك الموبايلات اللي بتوزحها على متابعينك الايفونات البروح 10 والكلام ده بالعشرين والتلاتين ايفون هتقول لي ده من شركات ودعمه واحنا بنعمل طب انت واخد نظير ما بتقدم الحاجات دي فلوس قد ايه معقولة يا استاذ احمد انت مش لا انت لا انت قاعد في شقة ايجار معقولة معقولة واحد عنده مليار مشاهدة وما عرفش يجيب شقة ده انا ده انا هيحصل لي حاجة ليه انت طلحت تدعي الفقر هو حد هياخد منك حاجة ده انت يا اخي ولا انت مش انتو نكرين للجميل ونكرين لكل شيء وفلوسكم بقى تبقى بره مصر رد علي يا ريت يا ريت حد يرد علي يا جماعة من المتابعين هل انتو مصدقين ان احمد حسن مقدرش يجيب شقة واثنين وثلاثة يقولك والمصحف كله بالاجار ومحلتنا اي حاجة ولا ولا عندي حاجة ولا اماما عندها حاجة ولا بابا عنده حاجة ولا زوجتة عندها حاجة معقول الكلام ده والدعاء الفقر ده احنا عندنا يوتيوبرات اللي بنسموهم احنا يعني مشاهدتهم عشرين الف واثنين وعشرين الف عندنا مثلا صافي ناس اللي هي صافي ام جيجي دي راح تشتري شقة في عين شمس من شهرين بتلتبية وتلتين الف او تلتبية واربعين الف واشترت فرن فرن مش فرن للبيت لا فرن بلدي وبتحاول النهاردة تشتري عربية نص نقل وعندها بيت وده نسبة مشاهدتها عشرين الف وخمساشر الف مش التلتة مليون وبتفكر برضو انها تطور نفسها اكتر واكتر يعني ما فيش عندنا مثلا حبيت الجميز حبيت الجميز من ساعة الكورونا ما جات مصر الحدة دلوقتي اشترت شاقتين شاقتين تمليك واحدة في القاهرة وواحدة في بنسويف وستمحت انها بتشتري حاجة في اسكندرية ومعندها قناتين اه صحيح بس متوسطين واحدة مشاهدتها عشرين الف واحدة مشاهدتها خمسة وعشر الف او خمستاشر الف الناس بتعمل بتستثمر فلوسها انما انت بعد دا كلتو يا ابني دا الفيديو في عندك فيديوهات جايبة ستة مليون مشاهدة والمليون مشاهدة بألف دولار والخمسة مليون مشاهدة ولا ستة مليون تبقى بستة الاف دولار يعني بتسعين الف جين الفيديو تقول لي قاعد في شقة ايجار طب ما انت هيبقى معاك مليار دولار وقاعد في شقة ايجار بقى تبقى بتتدعي الفقر بقى عشان لما هيجي حد يقولك فين فلوسها تقول فلوس ايه وانا احنا خدنا حاجة ولا قبضنا حاجة دا دا اللي انا بتكلمه من اليو يو لا ما وصلتش ما تشوفوا محمد صلاح بيعمل ايه ما تشوفوا تبرعات محمد صلاح لمصر في ايه دا انت يبقى كده معنا كده ان انت ما تبرحتش لمصر باي حاجة على كلامك وانت لما جاء اقولك انت مش هتتبرع مثلا وتعمل يا ابني مركز غسل كلاوي ولا حاجة هتقول منين دا انا قاعد بالاجار يا ابني انت مش هتبني جامع زي فلان دا احنا عندنا واحد من نسبة مش هتتو الفين وبيفكر انه ابني جامع وده رأيتاه هتقول من ايه دا هو قاعد في بيت ملك انما انا ما عنديش ما هو كله هتقول من ايه لا 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 انا اسف ان انا اقول ان انت كان حديثك يا شوبه بعض الحاجات الغير متصورة انا كان نفسي تكون المزيعة فهمة الارباح وبالحقائق وكنت حضرتك بقى بتقولها وتشوف وتعالي وده حقيق اه لو هي كانت قلت لك انت لك مليار نسبة مشاهدة قطك علوم قد ايه لكن هي ما عندهاش الخلفية ديت لانها واضح انها ما كانش عندها اعداد جيد ان هو يسألك على كمية الارباح الهائلة اللي انت حققتها بس من برنامج اليو يو كل التحية وكل الاحترام لمتابعين عدل فتحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته